اشتركوا في القناة فعل ماضي، فعل حدث في الزمن الماضي وانتهى فعل مضارع، فعل يحدث في الزمن الحاضر وفعل الأمر وهو الفعل الذي يطلب منك القيام به في الزمن الحاضر أو المستقبل الأفعال أيضا تقسم إلى أفعال ثلاثية وأفعال غير ثلاثية الأفعال الثلاثية أفعال تتألف من ثلاثة حروف أصلية لا يمكن حذف أحدها وإلا اختل المعنى مثل درس ورسم وكتب وأفعال غير ثلاثية أفعال تتألف من أربعة حروف أكثر خمسة حروف، ستة حروف مثل أكرم انتصر عالج إلى آخره أمامنا الأمثلة التالية لنقرأها سويا يحب سامر الكتابة يفرحني نزول المطر يحب العصفور الطيران التسامح ينشر المحبة بين الناس وعالج الطبيب المريض معالجة لو تأملنا الكلمات الملونة ستلاحظ أن الكلمات الملونة هي أسماء بدليل قبولها أل التعريف والتنوين ونحن نعلم أن من علامات الإسم قبوله أل التعريف والتنوين إذن هي أسماء ثانياً ستلاحظ أنها تدل على حدث أو فعل غير مقتر بزمن فالكتابة دلت على الفعل كتب دون أن نحدد زمن الكتابة ونزول دل على الفعل نزل دون أن نحدد وقت النزول والطيران دل على الفعل طارة دون أن نحدد زمن الطيران والتسامح دل على الفعل سامخة دون أن نحدد زمن تسامح ومعالجة دلت على الفعل عالجة دون أيضاً أن نحدد زمن المعالجة إذن هي دلت على فعل وحدث لكنه غير مقترن بزمن وكأنها دلت على عملية الكتابة بشكل عام عملية النزول، الطيران، التسامح، المعالجة بشكل عام الإسم الذي يدل على حدث غير مقترن بزمن أخذ وصيغة من الفعل أصلاً يسمى أبناء الطلبة بمصدر إذن المصادر أخذت أو صيغت من الفعل أي أن المصدر جاء من الفعل كيفية صياغة المصادر أبناء الطلبة سأعطيك مفتاحاً تضعه دائماً بعد الفعل لتأتي بالمصدر وهو جملة قام بعملية لنرى الأفعال التالية ونصغ منها المصادر أقول قرأ قام بعملية القراءة جئت بالمصدر درس قام بعملية الدراسة جئت بالمصدر نزل قام بعملية النزول طار قام بعملية الطيران نظف قام بعملية التنظيف اندفع قام بعملية الاندفاع إذا جئت بالمصدر إذا دائما ضع جملة قام بعملية بعد الفعل لتصيغ المصدر في النهاية أبناء الطلبة كل كلمة لها وزن يكون بعدد حروفها فأنت عندما تذهب لتشتري كيلو من السكر مثلا سيضع البائع كيلو من السكر في كفة الميزان وفي الكفة الأخرى يضع وحدة الوزن التي تمثل أو تزن الكيلو الذي أنت تريد كذلك الكلمات في اللغة العربية لها وحدة نستخدمها دائما في وزن الكلمات وهي كلمات فعلة إذن هي كلمات فعلة لنرى وزن الفعل دخل ستلاحظ أن الفعل دخل وزنه فعلة لنرى حرف الفاء يقابله حرف الدال والعين يقابله الخاء واللام يقابله حرف اللام فدخل على وزن فعلة لنرى دخول دخول ستأتي على وزن فعل الدال يقابله حرف الفاء الدال يقابله حرف الفاء الخاء حرف العين الخاء حرف العين ستلاحظ أن الواو زيادة في الفعل فستزاد أيضا على الوزن واللام يقابله حرف اللام اللام يقابله هنا أيضا حرف اللام فجاء الدخول على وزن فعول دخل على وزن فعلا ودخول على وزن فعول أنت غير مطالب بالأوزان حاليا عزيز الطالب في النهاية أقول بأن المصدر هو اسم يدل على حدث أو فعل غير مقترن بزمن والمصدر أخذ أو صيغة من الفعل صياغة المصدر عزيز الطالب دائما ضع جملة قام بعملية بعد الفعل فيصاغ المصدر